السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد كريمي موضوع وفيديو اليوم وهذا التلفاز من نوع سامسونج 32 بوصة LED به مشكل سأشغلها الآن وأريكم إذا كما تلاحظون التلفاز بدون صورة مع وجود إضاءة الخلفية إضاءة الخلفية موجودة ولكن الشاشة بدون ضعطة كما تلاحظون هذا هو مشكل التلفاز الآن سوف أقوم فتحه وأكتشف تابعه هذا هو شكل التلفاز من الداخل إذا أول شيء علينا فعله مثل هذا الأعطال والتوجه مباشرة إلى التيكون والتيكون جاء تحت أو أسفل هذه القطعة الحديدية سأقوم بإزالتها ونفحص التيكون هذا والتيكون أول شيء سأفحص الجود الذي يشغل التيكون ويكون عادة 12 فولت سأفحص هنا في هذا الفيوز ننسى أوصل الكرباء إضاءة الخلفية يشغل إضاءة الخلفية لاحظ شيء اسمعوا الصوت يعني تك 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 وهي صادرة من التيكون وهذا الصوت يدل على أنه موجود قصر في مكان ما يعني جهد منحبس بسبب القصر غالبا هذا ما سيكون إذا سنأخذ المالتيمتر نضع الأرض مع الأرض والموجب في هذا الفيوز إذا كما تلاحظون 12 فولت موجودة من جهة الأخرى 12 فولت إذا الجهود الرئيسي الذي يشتغل به قطيكم موجود سوف نفحص الجهود الأخرى مثلا لدينا هذه النقطة هنا مكتوب فيجياش المفروض هنا أن نجده وجود ونلاحظوا لا يوجد وجود في هذه المكتفات لاحظوا هنا يوجد وجود ضعيف جدا وهو غير مستقر إذا موجود هنا مشكل بالتأكيد وهو سبب هذا الصوت هنا سوف أفصل على الكهرباء وأقوم بفحص المكتفات الموجود يعني قصر نضع هذا السيل بمتيميتر نبقيه هنا إذا نفحص هذه المكتفات مثلا لدينا هذا هذا جيد بطبيعي أعطيني جرس يعني في جهة وجهة لا لأنه بسالب الملتيمتر مع القطع الحديدية جيد 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 بيش جيد 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 سوف نبحث عن سبب هذا القصر فبالتأكيد يوجد مكون إلكتروني هو المسبب لهذا القصر سأقوم بعملية سأزيل هذا البليت كابل وأفحص من جديد القصر لم يعد موجود سأقوم بعمل قراءة سبب القصر ليس من التيكون بل مكون خارج التيكون ربما يكون في أحد المساطر المتصلة مع الشاشة حتى بدورها نجد بها مكونات إلكترونية كمكتفات الآن سأوصل على الكهرباء مجددا وأرى نفحص الجهود هل هي موجودة ولو لاحظتم الآن لم يعد يسمع ذلك الصوت تك 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 نفحص هنا gonna من المكونات من المكن إن سلتaaa لنرى هنا ال VGH حتى هي موجودة يعني حوالي 17V ايضا التايكون فهو شغال بشكل جيد المشكل عندنا كما قلت لكم يمكن ان يكون مكون الالكتروني في احد هاد المستارتين او هاد البردتين المتصلتان مع الشاشة بوسطة الكوف ما يسمى بالكوف اذا سأزيل الكهرباء سأرجع هذا يعني اركب واحدة وأزيل الاخرى ونفحص على القصر سيكون ليس موجود قصر اذا سأركب الفليت كابل الثاني ونفحص لاحظوا موجود قصر اذا ازلت هذا اختفى القصر اذا ركبته المشكل من هذه الجهة الجهة اليمنى الآن ما سأقوم به سأشغل التلفاز المفروض ان يعطيني نصف الصورة فقط اذا سأركب الكهرباء اذا سأركب الكهرباء اذا سأركب الكهرباء اضعات الخلفية الآن موجودة لنضرع التلفاز نحن نشغل نحن نشغل نصف صورة فقط الآن ما سوف اقوم به سوف ازيل هذه القطعة الحديدية وأتفقد هذه المسطرة بالضبط ربما يكون مكتف به العام القصر او شيء اذا تابعوا اذا هذه هي الآن سأخذ المالتيمتر وبقيها على وحدة فحص الضايد والجرس وأضعه سالب على المالتيمتر في القطعة الحديدية كالعادة وأبدأ بفحص هذه المكتفات هنا هنا مثلا سأبدأ بهذا أفحص هنا موجود القصر واحدة هنا موجود قصر صغيرة هذه لا اذا هذه يعطي قراءة هذه ايضا واحدة هي العام القصر هنا ننتقل الى الاخرى هذه سأتقل او طبيعي سوف نجد حتى هذا حتى هذا يعني بهم القصر لأنهم مركبين على التوازي هذا جاءوا في نفس الخط العام القصر اذا ما سوف نقوم به الآن أو ما علينا فعله هو إزالة مكتفة تلواء الأخرى أكيد بأن أحدهما أي سبب هذا القصر قبلها سوف ندقق جيدا بالنظر ونرى إن كانت مثلا مكتفة متغير لونها أو مائلة إلى السواد أو شيء فبعد الأحيان يعني بالنظر نحدد المكون المسبب للقصر أنا لقد لاحظت هنا مكتف يعني لونه غريب غير طبيعي سوف أريد لكم أقرب عليه الكاميرا جيدا هذا هو صغير هذا هذا لونه لم يعجبني لاحظوا كأن نصفه نصفه يعني لونه عادي والنصف الآخر متغير لاحظوا هذا النصف هذا لاحظوا به القصر أيضا في هذه المنطقة نحاول أن نستعمل الكاوية فقط لن نستعمل الهوت اير نضيف المكتف على هذا الشكل إذن هذا هو لقد أزلته نأخذ الملتيمتر مجددا ونفحص بقياء القصر نضيف المكتف نضيف المكتف نضيف المكتف الآن سوف نقوم بإزالة مكتف ننو الآخر ونرى إن شاء الله يكونوا خير تابعوا هذه المكتفة المسببة للقصر والحمد لله أول واحدة اكتشفت بأنها هي السبب واحدة والمكتفات الأخرى يعني لم ألمسهم حتى مع هذا هذه المهم الحمد لله ننسع لكم المكتفة الملتيمتر رأيتم ومكانة المكتفة واحدة والجادة والقصر ما رأيتم ما رأيتم الآن سأقوم بإستبدالها بواحدة أخرى وكما أقول دائما هذه المكتفات ليس مكتوب عليها شيء يعني يدل على قيمتها وصعتها ولكن نحن سوف نعتمد على الحجم يعني المقارنة بالحجم واللون نأخذ مكتفة مثل هذه تماما في الحجم واللون ونركبها وإن شاء الله يكون خير تابعوا سأركب هذه سأحاول تنظيف هذه المنطقة هذه سأركب المكتفة الأخرى إذن جيد الآن سنجرب أولا سأزيل هذه المكتفة سأركب هذا سأضع 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 ببتالي أولا سأتغل الآن أقوم بإمكانك أتمنى أن هذا الفيديو يفيدكم وإلى الفيديو المقبل السلام